رب العالمين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه متفق عليه سبحان الله تجد البسم على وجوه الصائمين عند الفطر وهذا فرح طبيعي يفرح الصائم بعد الجوع والعطش بأن يأكل ويشرب ولكن المؤمن الفطن يفرح أيضا مع هذا الفرح الطبيعي بنعمة الله تعالى عليه أن الله تعالى يسر له إتمام صيام هذا اليوم فيفرح بنعمة الله وتوفيقه لعبادته جل وعلا وكم من الصائمين ربما تعبوا وأفطروا ربما مرضوا ولم يستطيعوا أن يكملوا صيامهم فكل يوم تكمل فيه الصيام فهو من من الله تعالى عليك تفرح به ولهذا تأمل في الدعاء الذي تقوله عند فطرك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أفطر ذهب الضمأ وابتلت العروق وهذا فيه إشارة إلى الفرح بنعمة الله تعالى كأنك عندما تشرب الماء البارد على الضمأ يتخلى العروقك ذهب الضمأ وابتلت العروق ثم تتذكر الفرحة الكبرى يوم لقاء الله جل وعلا وإذا لقي ربه فرح بصومه يفرح بالأجر العظيم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب الضمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله وهذا يكون يوم لقاء الله تعالى نسأل الله تعالى أن يكمل لنا الأجور نسأله تعالى أن يرزقنا الفرح به في الدنيا والآخرة والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين